السلام عليكم متابعي دراما سبورت أول تمرين لمنتخبنا بمعسكر الإمارات قبل مواجهة منتخب قرغزستان شو اللي ممكن يحكي هيكتور كوبر للاعبين أو شو حكى للاعبين بعد الاجتماع مع لعيبة منتخبنا للحديث عن كيفية التحضير لبطولة كأس آسيا قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل شوف يا صديقي العزيز من خلال الاجتماع الأول لهكتور كوبر مع اللاعبين بمعسكر الإمارات قبل مباراة قرغزستان واضح جدا بأن هيكتور كوبر رح يشدد على عدة أمور تتعلق بتحضيرات المنتخب الأمر الأول اللي حكى لللاعبين بأن أنتوا حاليا لازم تتجهزوا تستعدوا تتمرنوا بشكل جيد لأن ما في مركز مضمون بمنتخب سوريا قولا واحدا خصوصا مع الكم الهائل يعني من اللاعبين المحترفين القادمين إلى منتخب سوريا فبالتالي ما في حدا ضامن مركزه بتشكيلة المنتخب من يعطي أكثر خلال التمرينات رح يتواجد بشكل أساسي فهذا أول شيء ممكن حكاه هيكتور كوبر لللاعبين بأن أنت اليوم خلال التمرينات رح تعطيني كل ما أريد إذا ما أعطيتني هذا الشيء ما رح تلعب بتشكيلة المنتخب فأنا من خلال التمرينات رح أعطي التقييم انتهت مباراة اليابان انتهت مباراة كوريا الشمالية مدة عام كامل نحن كنا عم نعمل معسكرات هلا حاليا الاختبار الحقيقي هذا الاختبار هيكتور كوبر مضطر مضطر ياخد الريزك أو ياخد المجازفة بموضوع تشكيلة المنتخب يعني ممكن تلاقي تشكيلة المنتخب مختلفة تماما عن الآراء وعن وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن توقعاتنا الشخصية يعني ممكن تلاقي عمر جنيات ما كان عبد الرحمن ويس ممكن تلاقي هذا الشيء ممكن عمر جنيات يكون مقدم تمرين عالي جدا ومنطقي بالنسبة لهكتور كوبر مو بالنسبة لنا لكن بالنسبة لهكتور كوبر ويلعب أساسي على حساب عبد الرحمن ويس ممكن بخط الوسط تلاقي كامل أحميش يلعب أساسي على حساب أي لاعب آخر فبالتالي ممكن تلاقي عمر ميداني يلعب أساسي ممكن تلاقي خالد كردغلي أو ميد العجان يلعب أساسي على لاعب محترف هذا الشيء اللي أنا متوقع من هيكتور كوبر بأن التمرينات هي اللي رح تاخد الانطباع الأساسي لهكتور كوبر وشرح هالشيء ممكن لللاعبين بأن ما في لاعب ضامن مركزه الأساسي مع المنتخب وأكيد يعني ما حكى بشكل أو بآخر عن عمر السومة لكن كمان وضح بشكل أو بآخر بأن أنا عندي المنتخب كمجموعة هي الأهم من كون لاعب أو شخص واحد ومثل ما حكينا بعدة فيديوهات هيكتور كوبر من نوعية المدربين اللي ما بيحب اللاعب الجماهيري بكل صراحة ما بيحب اللاعب الجماهيري إطلاقا إذا اللاعب الجمهور حبه وممكن أحيانا ياخد ضريبة المحبة بعد مباراة اليابان ما حدا انتقد عمر السومة ما حدا انتقد أي لاعب آخر الجميع انتقد هيكتور كوبر فالمدرب بشكل أو بآخر ما بيحب هيك لاعبين يعني ما بيحب لاعب مثل عمر السومة الجمهور بيحبه بيحب اللاعب اللي خلاص يعني خرج من المباراة أو خسرنا المباراة الجميع يحمل اللاعبين المسؤولية مسؤولية الأخطاء بينما المدرب عمل المنظومة لكن هاي المنظومة بشكل أو بآخر ما أدت وبالتالي يعني انتو خلال التصريحات اللي شفتوها لهكتور كوبر حتى ما عرج أو ما حكى عن مباراة اليابان عن الشي اللي صار بمباراة اليابان ليش خسرنا بنتيجة 5-0 وحكيتها يعني أنا عدة مرات بأن نحنا الشي المنطقي إنه نخسر 5-0 ونخسر ممكن 10-0 لكن هيكتور كوبر ما تحدث عن نفسه وشو الأخطاء اللي عملها أو شو الأمور اللي تسبب فيها بخسارة المنتخب لأن كمان هو بيتحمل مسؤولية مثل ما اللاعبين بيتحمل مسؤولية لكن لما بتشوف مثلا الأعلام والناس عم يحكوا عن المدرب فقط ما عم يحكوا عن اللاعبين هون هيكتور كوبر ما بيحب اللاعب الجماهيري فبالتالي وواضح جدا كمان شارح هذا الشي للاعبين بأن ما في عندي لاعب فوق التمرين وليس فوق المنتخب فوق التمرين هيكتور كوبر يعني عنده بمبدأ بطولة كاس آسيا لا أسف على اللبن المسكوب قولا واحدا يعني ما عنده خيارات أساسا يعني ما عنده رفاهية التحضير بشكل مناسب خلق الانسجام بشكل ممتاز من هاي الناحية بصراحة هيكتور كوبر رح يعاني لأن بالمنطق اللي نحن عم نحكي فيه المنطق الكروي أنت خلال عام لازم تكون مجهز تشكيله لما منحكي عن منتخب العراق كاساس أنت مجهز تشكيله فيها نوع من الانسجام كل اللاعب الموجودين بقائمة المنتخب العراقي كانوا متواجدين بالتصفيات وكانوا متواجدين مع كاساس خلال الفترة الماضية نفس الأمر بقائمة المنتخب السعودي وبكل قوائم المنتخبات بمنتخب سوريا الأسماء الجديدة هاي الأسماء ممكن تشكل الإضافة لكن هي بحاجة انسجام هذا الانسجام بمباراة قرغزستان بمباراة ماليزيا إذا حصل حصل إذا ما حصل رح يكون من الظلم من الظلم جدا أنك تقيم أغلب هاللعاب الجداد اللي ممكن ينضموا للمنتخب طبعا خلال الفترة الماضية عدد من الناس كانوا عم بيحكوا عن تشكيلة المنتخب كيف ممكن تكون تشكيلة المنتخب وحتى طلع كابتن المنتخب الجزائري بقرة وعمل تشكيلة خيالية للمنتخب ما بظن يعني هاي تشكيلة أساسا أن تتناقش بهذا الفيديو كوينو وضع عمار رمضان بلعب خط وسط هذا دليل أنه أساسا ما نومتابع عمار رمضان بحياته ملعبان خط وسط بالأساس أنه هو يلعب أما جناح أو مهاجم تاني أو مهاجم فبالتالي ما بيلعب خط وسط محورة وارتكاز لذلك يعني التشكيلات اللي عم تطلع الأحلام اللي عم تطلع مثلا خليل إلياس على ألمار إبراهام على إبراهيم هسار على إيزاكيل العم محمد عثمان بابلو صباغ أيهم أوسو ممكن ما تلاقي نصف هاللاعبين بالتشكيلة يعني بالنهاية هيكتور كوبر أنا بلاقيها رح يجازف لو لعب بكل هاي التشكيلة بنفس الوقت فبالتالي كمان لا تستغرب إذا لعب بتشكيلة مختلفة إذا لعب أمام قرغزستان بتشكيلة نوعا ما أساسا ما تكون راضي عنها أو تقول هاللاعب شفناهم من قبل لأن بالنهاية هيكتور كوبر واضح جدا بل رح يشتغل فقط على التمرين التدريبات الأخيرة أو التدريبات المعسكر بالإمارات وحتى بالتواجد بقطر رح يختار التشكيلة بناء على التمرين لذلك لا تستغرب أي تشكيلة تطلع سواء بمباراة قرغزستان أو ماليزيا وحتى بمباراة أوزباكستان الشيء الإيجابي اللي ممكن نحكي عنه بين منتخب أوزباكستان أو منتخب إستراليا ممكن يعانوا من ناحية بأن نحن بالفعل منتخب جديد يعني منتخب مع تواجد أيهم أوسو خليل الياس وبابلو صباغ ثلاث لعبة جداد وإذا حكينا عن ألمار إبراهام وإزاكيل العم وإبراهيم هسار يعني صاروا ستة أنت عم تحكي ستة جداد يعني ما تابعنا إلا إزاكيل العم وإبراهيم هسار نوعا ما بالتصفيات فبالتالي منتخب جديد منتخب بالكامل جديد نعم بعض اللاعبين الموجودين بالدفاع بخط الوسط ممكن يساندوا هاي التشكيلة بس بالمجمل هاي التشكيلة أو هذا القوام ممكن يربك حسابات أوزباكستان وأستراليا لكن بالمقابل ممكن منتخب أوزباكستان وأستراليا عندهم الانسجام أفضل عندهم نقاط قوة أكتر يعني الموضوع لا يتعلق بالحالة الفردية أنت ما بتحكي أنه أيهم أوسو هو بالحالة الفردية ممكن يوقف كل المدافعين هي حالة جماعية كرة القدم حالة جماعية وحكينا عنها عدة مرات فبالتالي هاي الحالة الجماعية رح يشتغل عليها هيكتر كوبر أو مضطر أو مجبر طبعا اللهم يعني إذا فاجأنا ببطولة كاس آسيا وما اشتغل على شيء مثل ما فاجأنا يعني خلال التصفيات وخلال المباريات الودية أنه ما كان فيه شغل يعني ما كان فيه شغل دفاعي بوجود عمر السومة حتى وبوجود عمر خريبين بوجود كل هاللاعبين ما كان فيه شغل دفاعي يعني ما شفنا تحسن دفاع المنتخب خلال عام كامل فإن شاء الله يعني نحنا بانتظار أنه يصير شيء يعني يصير تصير مفاجأة أن لا يخط الدفاع على الأقل جيد أنت أمام أوزباكستان وأستراليا محتاجين يا جماعة للدفاع لمنتخبنا يكون دفاعه جيد مشكلتنا مشكلة الدفاع وحراسة مرمى بالوقت الحالي وأكيد خط وسط ما بدي أحكي عن الحالة الهجومية لأن بالأساس هيكتر كوبر ما مشتغل على منظومة هجومية أو ما اشتغل على منظومة هجومية خلال عام كان عم بيشتغل على منظومة دفاعية النتائج لم تكن مرضية النتائج هاي المنظومة الدفاعية لم تكن مرضية لذلك التشكيلة تشكيلة المنتخب شي لك من كل هاي الأحلام الوردية لا تتفاجأ بأي تشكيلة للمنتخب هيكتر كوبر التمرين هو الأساس اللهم إذا حط اللاعبين هيك يعني ما يطلبوه الجمهور وانتهى الموضوع ممكن يأذي نفسه علماً ما عنده شي يخسر وحتى هيكتر كوبر بعد بطولة كأس آسيا راحل راحل يعني وهذا الشي موانا اللي عم بحكيه عصام الحضري حكى يا جماعة عصام الحضري قال هيكتر كوبر قدم استقاله بعد مباراة كوريا الشمالية وبعد مباراة اليابان وانا لازيدك من الشعر بيت وحاكيها بعدة فيديوهات هيكتر كوبر عنده ست استقالات موجودة بمبنى اتحاد كرة القدم يعني هيكتر كوبر أساسا ما عنده هاي الرغبة لاستمرار مع المنتخب فهي كمان أحد المشاكل أحد المشاكل أنه هيكتر كوبر ما عنده هذا الشغف مع منتخب سوريا ما عنده هذا الطموح مع منتخب سوريا بصراحة يعني عملنا إنجاز ممتاز جدا ما عملنا إنجاز أنا بالأساس يعني مقدم استقالتي وما أنا مهتم هذا الأمر بصراحة أكتر شي مخوفني لكن بتمنى بتمنى أنه يختار اللاعبين بناء على الشي اللي عم نحكيه هذا الشي يدعو للتفاؤل أنه إذا اختار اللاعبين على حساب موضوع التمرين أنه اللاعب يأدوا يعطوا المية بالمية لأن اللاعب بالنهاية هو الأساس بالملعب فإذا اللاعب ما أدى المية بالمية صعب والتكتيك كمان مهم جدا لكن بالنسبة لدائما اللاعب جهوزية اللاعب الحالة الزهنية لللاعب هي الأهم حتى من هيكتر كوبر نفسه فلازم يشتغل على كل هالمواضيع بظن هيكتر كوبر عنده كلام كتير مع اللاعبين خلال الأيام القادمة على الأقل هذا الشي اللي استنتجناه من أول تمرين له هيكتر كوبر واجتماعه مع اللاعبين بتمنى أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر